يا أهلا وسهلا حبيب الحلوين وحشتوني قوي قوي من القصة اللي فاتت جاية النهاردة وكالعادة جايبالكم معايا قصة جديدة بس قصة النهاردة مختلفة جدا فيها أحداث كتير قوي وفيها عزة وفيها كمان مشاكسات وحب ورومانسية كل حاجة انتو بتحبوها هتلاقوها في القصة دي قبل ما نبدأ ما تنسوش تصالوا على النبي وتشجعوني باللايقات الكتير علشان أستمر وأنا أزلكم قصص باستمرار يلا بينا نبدأ روايتنا البنوتة دي اسمها خيال وكانت لسه صحية من النوم ولبسة هدومها ودخلت عليها بنتها السغنونة وهي اسمها ملك وكانت بتقول ماما ماما يا روح قلب ماما صباح الفل وحشتيني قوي من مبارخ على فكرة وبعدين أنا مخصماكي علشان ينسي تقول الليل نايمة جنب تيتا ومرضي تيش تيجي تنامي جنبي ينفع كده متناميش جنب ماما حبيبتك طيب أنا بقى همشي واسيبك ومش هجيلك بالليل ومش هجيبلك الشوكولت اللي انتي بتحبيها بس هاه ردت عليها ملك وقالت يا ماما عيب انتي كبرتي ما بقيتش صغيرة ولازم تنامي في السرير لوحدك إنما أنا بقى بنام جنب تيتا علشان ما يحصل لهاش حاجة وهي نايمة وعلشان العفريد ما يجيش يا كلها أنا باخد بالي منها ماشي يا ستة لمدة يعني انتي لتغذي بالك من تيتا ماشي يا أرشانة أنا عايزكي تقولي وتعترفي وتكوني صريحة وتقولي انك بتحبي تنامي جنب تيتا علشان بتحكي لك حواديد طول الليل عموما ماشي يا ستة أنا دلوقتي هروحي الشغل وعايزكي تاكلي البيض وتشراب اللبن زي ما اتفقنا وتغذي الأدوية بتاعتك علشان انتي يروحي بتكحي كتير يوه أهو ده بقى اللي ما بحبهوش فيك يا ماما بصراحة علشان كده بحب نام جنب تيتا علشان لما بذن عليها شوية بتقولي خلاص عنك ما أكلتي وبتسني ما قلش وبصراحة بقى بكون مبسوطة قوي ونزلت خيال راحت علشان تصبح على مامتها وتخليها تدعيلها علشان رايحة شغل جديد بس الشغل ده جديد من نوعه تماما والأم كانت قلقان عليها جدا ماما صباح الفل يا روح قلبي ممم ما بتبصريش معنا كده انك زعلانا وعارفة كويس قوي انتي زعلانا ليه بس معلش يا ماما ما تزعلش مني احنا محتاجين للشغل ده قوي ملك بتكبر ومحتاجة تروحها دونة ومحتاجة مصاريف وانا قصرت معاها في حاجة يا ستة خيالي ماشي يا ستة براحتك عايزة تشتغلي اشتغل انتي حرة وانتي ليه بقى ما بتردش تخليني انا اللي تفعلها الفلوس دي ليه عايزة تعتمدي على نفسك انتي اللي اعتماد عن نفس حلوة كل حاجة بس يا بنتي انا معايا فلوس والحمد لله حالتنا كويسة ليه بس تروح تشتغلي الشغلانة دي وتروح تشتغلي مربية يا حبيبتي الله اعلم البيت اللي انتي رايحها ممكن يكون في حد بيديك بصي بقى انا مش موافقة على موضوع الشغل ده انتي حرة يا ماما يا حبيبتي انا مش عايزك تزعل مني وعايزك تكوني راضي عني لان النهار ده اول يوم شغل وانا قلبي بيقولي اني هكون فرحانة ومبسوطة في الشغل ده وهيغير كل حياتي بصراحة انا عايز اعتمد على نفسي واصرف على نفسي وعلى بنتي من فلوسي انا مااخدش منك ولا مليم عارفة انك الحمد لله معاك فلوس ربنا يزيدك بس المفروض ان انا اللذيكي مش اخد منك انا ماشي يا بقى دعواتك يا ست الكل خيال كانت طيبة جدا وكانت حقلة وبتفكر بحجمة اي حد ما كانها كان هياخد الفلوس وخلاص ما كانتش هتروح تشتغل لكن هي مصممة على قررها انها تعتمد على نفسها ومتخليش بنتها تحتاج لأي حد ونروح لبطر روايتنا اسمه مازن مازن زي الامر لكن مع الاسف هو كثيف مازن اتعمى بسبب عياته على حبيبته وامراده بعد ما ولدت اول بنت لها اتوفت على طول وكان مخلص لها جدا ومن كتر عياته عليها عينه راحت مع الاسف لكن بعد كده اكتشف ان امراته هتعرفه معانا مع تكملة الرواية اهلا وسهلا يا حبيبتي خير حضرتك عايزة حد انا اول مرة شوفك اتفضلي ردت عليها خيال وقالت انا المربية الجديدة حضرتك طلبتيني وانا جيت على طول في المعيد اتفضلي يا فندم تقدري تشرحيلي الشغل ان شاء الله هكون عند حسن ظن حضرتك وان شاء الله هعجبك وهعمل كل اللي حضرتك تقولي عليه الست مونة فضلت تضحك من كل قلبها ما كانتش متوقعة ابدا ان المربية تكون لسه صغيرة بالشكل ده ردت وهي بتقول لا يا بنت الله يحزك مربية ايه بس انا كنت طلبة ست كبيرة يعني كمساعدة علشان تساعد ابني الكبير تديله الادوية في معادها وكده فانا بصراحة ما كنتش طلبة اه بنوتة صغيرة زيك ما ينفعش مع الاسف انا اسفة جدا بجد اسفة ان شاء الله ربنا يوعدك بشغل يكون احسن من هنا مليون مرة وانت شكلك بنوتة بنت ناس ومجتهدة يا بخت اللي هتشتغلي عندهم طيب انا اسفة جدا بس المشكلة ان انا كنت جاية ونويا اني اشتغل وكان عندي احلام وطموحات كتير قوي بنيها على الشغل ده ومع الاسف انا لو مشيت من هنا ما اعتقدش اني عارف اروح اي شغل تاني مدام مونة عرضت عليها عرض حلو جدا انها تكون مربية بس البنت ابنها الصغيرة دي بقى مريم مريم بنوتة صغيرة وجميلة اوي لكن مع الاسف حياتها كلها كده اعدل وحدها في القوضة ومتتكلمش مع حد وزعلانة جدا حياتها مش طبعية زي اي طفلة زيها خيال دخلت عليها القوضة وكانت مستغربة يا ترى ليه بنوتة جميلة كده قعدة على السرير وممتلعبش زيها زي بقيت الاطفال عادت على ركابها وقالت ايه الامر ده انت عارفة انك بنوتة جميلة اوي بنوتة زي الامر وشعرك شعرك جميل اوي وناعم انت عارفة ان انت شعرك اطول مني ممكن تقوليلي مالك مفيش يطن بس بابا مش بيحبني ومش بيكلمني ومش بيشوفني وكل ما روح اتكلم معي يزعقلي ومش عايز حتى يتكلم معي ليه بس كل الاطفال اللي في المدرسة باباهم بيروح ياخدهم من المدرسة وليه انا لأ ليه بابا مش بيحبني وليه بيعاملني كده خيال استغربت جدا من كلام البن وكانت بتقول معقول فيه اب صاحب كده للدرجاتي معقول مش عايز يتكلم معاك ومعقول مش بيجي ياخدك من المدرسة طب ليه انت عملت قلده كله طفلا صغيرة ملهاش اي زم طب معلش يا حبيبتي ما تزعليش اوعدك اني هتكلم مع بابك وهغير تفكيره تماما وخليه يتكلم معاك زي اي ابو وبنده بس انا بقى طلبة منك طلب انك ما تعيطيش تاني وما تزعليش ممكن ومش تخيال من عند البند وهي متعصبة على الاخر ومتدايقة جدا من الكلام اللي سمحته اما بقى مازن كان دخل مكتبه وكان فاتح الراديو كان بيحب يسمع جدا موسيقى عادية كان بيقفل الباب عليه وكان بيواضف روئان تماما وبدون اي دوشة وبدون اي كلام مع اي بشر خيالت دخلته رزعت الباب بدون حتى ما تخبط وكانت متشوقة جدا علشان تديله الكلمتين اللي جواها علشان تزعقله وتتخنق معاه انت قب انت ازاي انت ازاي تعمل البنت الصغيرة دي كده معقول انت ما بتعملش البنتك ابسط حقوق من حقوقها وهو انك تروح تاخدها من المدرسة وتتكلم معاها وتلعب معاها ليه نقصك ايد ولا رجل بجد انا مش عارفة انت ازاي اب انت اللي سمك اب يكون ظلمك البنت دي محتاجة حنانك او محتاجة تقرب منها وتتكلم معاها انا معرفش انت مغرور ليه المفروض حتى لو مغرور على الدنيا كلها مستحيل تكون مغرور على بنتك البنت نفسيتها صعبة جدا البنت خلاص تحبت منك وبصراحة انت انسان مستفز شش انت يا اللي هناك صوتك يوطة وانت بتتكلم معايا اولا انت مين ومن اللي سمحلك تدخلي علي المكتب بالاسلوب الهامة جدا انا مفيش اي حد يقدر يتكلم معايا بالاسلوب ده ولا حد يقدر يقول لي تعمل ايه وما تعملش ايه انا حر حر في تصرفاتي وحر في حياتي كلها وانت اصلا مين اللي سمحلك انك تدخلي في خصوصياتي ماما يا ماما تعالي هنا جات مدام مونة بسرعة واول ما دخلت على المكتب اتصدمت اول ما شافت خيال عنده لانها عارفة ومحرج عليها ان ما ينفعش اي حد يدخل عليه المكتب لانه بيتعصب جدا وبيتدايق ايه ده خيال اللي جابك هنا يا بنتي تعالي تعالي طلعي معايا برا اصلي يعني ما ينفعش حد يدخل المكتب هنا بيعمل مشاكل تعالي 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 معايا بس معلش يا مازن يا حبيب دي مربية البنت الجديدة مربية ايه وزفت ايه مربية على نفسها وتتكلم مع نفسها بالاسلوب ده لكن ما تتكلمش معايا يا انا كده وانا قلت مليون مرة محدش يدخل علي المكتب وانا قاعد فيه وبعدين يعني ايه مربية البنت ما لهاش الحق انها تتدخل في اسلوبي مع البنت ولا طريق التعامل معايا لا طبعا ليه حق اتدخل ما هو انا المربية بتاعتها يعني انا المسؤولة عن كل حياتها وعن طريقة حياتها كمان وطريقتها مش عجباني لان البنت مظلومة يا حرام قاعدة في القودة بتاعتها وحتى ما بتمسكش لعبة من لعبها على طول قاعدة حزينة ومتدايقة من باباها لما بيعبرهاش وما بيتكلمش حتى معاها بنت صغيرة وانت بقى باسلوبك كبرتها يجي ميت سنة ليه؟ ليه بتعمل معاها كده؟ انا فعلا فعلا بحتكرك وثبيته ومشيت وهي متعصبة جدا ومتدايقة منه وما كانتش عارفة تتعامل معاها ازاي قد ايه كانت حاسة انه بني قدم مغرور ومتكبر البنت دي ما تخش ليش هنا تاني ويا ماما البنت دي انا مش عايزها في البيت ولو مضطرين انها تكون في البيت علشان مصلحة البنت انا ما عنديش مشكلة بس تنبهي عليها انها ملهاش علاقة بي وملهاش علاقة بتصرفاتي وما تدخلش هنا تاني حاضر يا بني حاضر اهي اكيد ما تعرفش حاجة انا هروح لها دلوقتي على قدتها واتكلم معاها وعفاهمها كل حاجة يا حبيبي ايه ده انت بس ايه ده وهدي عصابك واسمع الموسيقى بتاعتك وان شاء الله بالك هيروق ربنا يصلح حالك يا بني ويقربك من بنتك بنتك ملوش لازمك كلام عن اذنك خيال دخلت على القودة بتاعتها وكانت متضايقة جدا ومتضايقة من اسلوبه اللي مش همه اي حاجة ولا همه البنت ولا همه حتى مصلحتها وهي قعدة في قودتها دخلت عليها مدام مونة علشان تتكلم معاها وتفاهمها الوضع بص يا مدام مونة انا مش قبل اي كلام هتقولي لان حضرتك شريكة معاها في اللي بيحصل ده ازاي تسكتي على وضع زي ده ازاي ما يتكلمش مع بنته وازاي كل ما تدخل تكلمه ويرفضه ان يكلمها ازاي ما يروحش ياخدها من المدرسة ازاي ما يلعبهاش ازاي ما تعيش حياة طبعية زيها زي اي بنت صغيرة في سنها ليه؟ ليه بتعملوا معاها كده؟ هي البنت دي مش بنته هفهمك وهقول لكل حاجة يا حبيبتي اصل البنت دي انت ما تعرفيش هي اول ما تولدت كان طاير من الفرحة وطاير من السعادة ومراته الله يرحمها لما ماتت عيط عليها كتير وحزن اكتر وبعد فترة عارف انها كانت كانت بتكلم وحد صاحب وكانوا يعني متفقين انها تطلق منه وتتجوزه اصل اللي انت ما تعرفيش ان هو من كتر عياته عليها اتعمى وبقى كفيف ومن اليوم ده كره البنت وكره اصلا اي ست او اي انسة اما خيال اول ما سمعت حكايته اتصدمت جدا ما كانتش تعرف انه قد ايه هو انسان مخلص وكان مظلوم للدرجات ياه معقول هو كان مظلوم قوي كده عينه تروح علشان بيعيط علي مراته لا حول اقولك هو تقيلة بالله انا اسفة جدا علشان انا مكنتش عارف والله بس يعني هو استفزني باسلوبه مع البنت ويعني بس اصل البنت ملهاش زم اكيد هو مظلوم علشان كده قافل من البنت وقافل من كل الستات عنده حق ايوه بنتي ما انا مش قادر اتكلم معاه ومش قادر اقول له حاجة لغاية ما يفوق بس من الصدمة وبعدها هحاول اقناعه واحدة واحدة انه يتقرب من البنت الصغيرة انا ببعدها عنه تماما علشان كل ما بتقرب منه بيجيله زي غيبوبة كده وبيقعد في الغيبوبة دي بالشهر والشهرين وبيتدايق وبيتعصب ارجوكي سعدين يا بنتي في الوقت ده مازن كان لسه بيفكر في اللي حصل وكان متدايق ومتعصب جدا من حيال اما خيال قررت انها تدخله تاني علشان تعتذره على اسلوبها الحد معاه لانها ما كانتش تعرف اولا انا اسف ثانيا انا عرفت كل حاجة اصلا ما كنتش اعرف وانا دايما كده متسرعة ارجوك ما تزعلش مني اللي حصل ضغصب عني لما دخلت وشفت البنت حزينة ما قدرت شمسك نفسي انا بحتذرلك ما تزعلش مني قابل اعتذاري لا مش قابل اعتذارك والتاني مرة بحذرك لو دخلت علي المكتب او قطي بالمنظر ده وبالهمجية دي انت هتكرش من البيت خالص وهقطع عيشك انت فهمة انت موجودة هنا في البيت علشان البنت يعني تقعودي في قضة البنت ومتخرجش منها انا مش عايزة تعامل معاك تاني ومش عايزة قابلك ولا حتى صدفة في البيت ده فهمة خليكي في حالك وما تدخليش في اللي ما يخصكيش شكلك حشرية وبعدين سبع ومشي وكان متعصب منها جدا وما كانش قابل منها كلمة وكان ماشي بسرعة جدا حتى ما كانش مازك العصايا معاه وفجأة كان هيقع ويخبط في الحيط لكن بقى خيال جريت بسرعة جدا ولحقته ومسكته من ايده علشان ما يقعش وسندته والاول مرة بعد وفاة مراته ست تلمسه شكرا انا ما كنتش هقع ولا حاجة انا بس خبطت في الباب ويعني انا شايف مش قصد يعني اني شايف بس انا حاسس كان بي كابر علشان ما يحسسهاش انه ضعيف وانه محتاج لها او محتاج لأي وحدة ست لكن خيال من اللحظة دي ابتدت تحس ان هو مسؤول منها وانها لازم تغير حياته كانت بتفكر كتير يطرى تبتدي معها منين يطرى ازاي تكنعه على العملية اللي والدته قالت لها عليها اللي لازم يعملها لانه لو عمل العملية دي هيرجع يشوف تاني وازاي ترجعه مع بنته علاقة طبيعية زي ابو واي بنت ويتعمله مع بعض كويس وعادي علشان البنت الصغيرة تعيش حياتها طبيعية زيها زي اي بنت اما بقى مازن راح على قطه وكان بيفكر في كلام خيال كلامها اللي دخل قلبه ودخل عقله وكان بيفكر كتير انه فحلا غلطان غلطان في كل تصرفاته مع بنته مريم لانها ملهاش زم انه يعملها بالاسلوب ده وبعد فترة من وجود خيال في البيت مريم اتغيرت تماما وكانت بتلعب وتضحك وتهزر وكانت بتاكل احسن من الفترة اللي فاتت بكتير البيت كله اختلف بقى فيه حيوية وبقى فيه ضحك وزار ولعب حياة بقت طبيعية جدا زي حياة اي بيت خيال كمان اعتبرت مريم زي بنتها بالزرورة لانها كانت بتفكرها بملك وكانت بتلعب وتهزر معها وكانت فرحانة جدا انها غيرت كتير في شخصية مريم يا طنت خيال انت عارفة انا بحبك قوي وهيزاك تفضلي على طول هنا معانا في البيت انت حكيتلي كتير قوي على ملك وانا بقى نفسي اشوفها ونفسي ألعب معها ممكن تجيبها لي ألعب معها اه صحيح كنت عايز اسأل حضرتك سؤال اهو بابا هيفضل كده مش بيكلمني كتير هو انا عملت له حاجة غلط او عملتش قاوة علشان كده مش بيكلمني لا يا روح قلبي انت عارفة بابا قال لي انه بيحبك وبيحبك قوي كمان وبالنسبة بقى يا ستي الموضوع ملك عناية اللي اتنين هجبها لك وتقعد معاك وتلعبه للصبح نرجع تاني الموضوع انا مع بابا بابا بيحبك قوي حبيبتي بس يعني هو محتاج حاجة بسيطة محتاج انك تروح لغاية عنده وتعترفيله بحبك قوليله انا بحبك يا بابا لا لا انا مرة روحت له وكنت ناوية اقوله اني بحبه قوي واول ما دخلت المكتب عنده فدلي زع وقفلت الباب وطلع تجري وقفلت على نفس القوضة وكنت زعلانة وعمل قاعد انا مش عاوز قاعد تاني من ساعد محضرتك دخلت بيتنا وانا بقت فرحانة ومبسوطة وبصراحة مش عايز ازعل تاني ومين جاب سيرة الزعل يا روح قلبي انتي انا بس هو ده الطلب الوحيد اللي طلبه منك انتي هتروحي وتقوليله على طول يا بابا انا بحبك قوي وتجري على طول على هنا واوعدك انه مش هيعملك باسلوب صعب ولا حاجة اوعدك انه مش هيقولك اي حاجة وحشة مش عايزة بابا يحبك ومش عايزك اماني يروحي وصلك المدرسة يلا يا مريومة ما تخافيشي حبيبتي وهي دي الخطة اللي كانت مفكرة لها كتير قوي خيال علشان تحاول تنفذها وفعلا دخلت مريومة وهي خايفة جدا وكانت بتقول بابا انا انا عايزة اقولك يا بابا ان انا انا جيت يعني علشان اقولك ان انا بحبك انا بحبك قوي يا بابا ونفسي تحبني زي ما انا بحبك اول ممازن سمع صوتها قام من على الكرسي ومشي وهو غضبان جدا لكن مريوم فضلت تعيط وكانت زعلانة وفجأة رجع لها تاني وشور لها بيده علشان تجري عليه علشان تجري في حضنه وجريت مريم جريت وترمت في حضن باباها لأول مرة بابا انا بحبك قوي يا بابا انت خلص بقيت بتحبني ومسامحني اوعدك يا بابا انا مش هعمل اي شقوة تاني ومش هعمل اي حاجة غلط المهم تحبني ومتزعلش مني تاني ابدا انا اسفة يا بابا اسفة على كل حاجة غلطة عملتها المهم يا بابا انك خلاص بتحبني وهتحضني وهتطبطب علي انا ااسف يا بنتي ااسف يا مريم يا حبيبتي انا مش عارف كنت بعملك بالاسلوب ده ازاي انت ملكش زم ملكش زم ابدا في كل اللي حصل انا بحبك قوي يا مريم واوعدك اني مستحيل هعملك بالاسلوب ده تاني مستحيل انت بنتي حبيبتي ومليش غيرك في الدنيا كلها انا من هنا ورايح هواديك المدرسة وهجيبك كمان وعملك كل لنفسك فيه مريم فرحت جدا وحسنت انها ملكة الدنيا كلها باللي فيها وكمان مازن كان فرحان قوي مبسوط علشان سامع صوت مريم وسامع صوت ضحكتها اما خيال كانت طايرة من السعادة وكانت جايبة مدمونة علشان تشوف الفرحة دي يا الف بركة والله لو كنت بعرف ازغرط لكنت زغرط يا ولاد اصلا انت متعرفش البنت كانت محتاجة لك قد ايه يا مازن البنت كانت محتاجة لابوها قوي ومحتاجة لحنانه عموما خلاص يا ولاد مش هنتكلم في اللي فات مريم خلاص بابا بقى معاك ياهو يا حبيبتي وهيلعب معاك ويجيب لك كل اللي نفسك فيه كمان وانت يا حبيبي لازم تحن على بنتك انا مش عارف اشكرك ازاي يا خيال انا متشكر كلامك فوقني وغيرني انا فعلا كنت مقصر معاها وهي ملهاش اي زمن في اللي بيحصل معايا ولا اللي كان بيحصل معايا انا ووالدتها عموما اللي كان بيحصل ده مش هيقرر تاني من النهاردة انا هكون انسان جديد اما مدمنا شكرت خيال جدا حبيبتي يا خيال مش عارف اشكرك ازاي يا بنتي انا بجد مش قادر امسك دموعي ومش مصدقة نفسي مش مصدقة ابدا اني شايفة مريم مريم في حضن ابوها ومزن فرحان ببنته وعمل يبص فيها ويحضنها الحمد لله ده كان حلم حلمه بتمنى انه يضحق لكن انت دخلت بيتنا خليتي الحلم حقيقة وغيرت كل حياتنا والفرحة رجعت تاني يا بنتي الف شكر الف شكر يا تيتا يا تيتا ممكن بقى تاخديني علشان نطلع قدتنا وعلشان اكلم صحابي وقلهم انه بكرة بابا هيوديني المدرسة علشان كانوا بيقولولي انهم عايزين يشوفوه صح خديها يا ماما يلا وطلعيها على قدتها واتسلي بكل صحابها واقول لهم اعمل لها كل اللي نفسها فيه يلا يا تيتا بسرعة بسرعة يا تيتا مازن احد ما اخيل علشان يشكرها وكان بيقول انا بجد متشكر الفضل كله يرجع عليك انا مش حارف مش حارف ازاي كنت بعملها كده البنت الصغيرة ملهاش زم بس انا تعرضت لظلم كبير الظلم ما كنتش هتخيله ابدا ومن اقرب انسانة القلبي ومن اكتر انسانة حبيتها في حياتي الظلم ده شيء طبيعي وممكن اي حد فينا يتعرض له ولانك تعرضت لظلم كبير جدا ما كانش ينفع ابدا تظلم بنتك نفس الظلم ده بالعكس ابشع كمان من اقرب حد ليها زي ما انت بتقول كانت برضو الظلم من اقرب انسانة ليك علشان كده ربنا حبي يفوقك ويبين لك الحقيقة اقلني اكن مفروض تقرب من بنتك الصغيرة لان هي محتاجة لك وعلى فكرة انت كمان محتاج لها عندك حق انت ما تتخيليش حضنها كان وحشني قد ايه حضنها ده خلاني اغير تفكيري وخلاني انسان تاني كنت محتاج لها جدا زي الطفل الصغير اللي اترامي في حضن امه انا فعلا كنت محتاج لها اكتر ما هي محتاجة لي وحاسس كمان ان فيه فرق كبير في شخصية مريم بعد ما انت ما جيت البيت غيرتيها وغيرتي حياتنا كلنا بجد شكرا اما بقى بعد فترة فترة طويلة كانت خيال اخدت على البيت كله وكل البيت اتعود على وجودها كالعادة جابت ملك قعدت مع مريم زي كل مرة يلا يا ولاد زي كل خميس جبتلك يا ست مريم ملوكة هي علشان تقعد معاك انا بقى هروح اكلم تيتا اتكلم معاها في شوية مواضيع وهجيلكوا على طول يلا لعبوا اما بقى البنات كانوا بيحبوا بعض جدا وكانوا بيستنوا يوم الخميس ده بفارغ الصبر علشان يلعبوا مع بعض للصبح ولان ملك ملهاش اخوات وكمان مريم هما الاتنين اعتبروا بعض زي الاخوات بالزبط وكانوا بيحبوا بعض جدا مازن كمان كان متعلق بملك واول ما بيسمع انها موجودة كان لازم يخش لهم القوضة علشان يقعد يتكلم معاهم ويلعب معاهم كمان بابا بابا وحشتني قوي يا بابا صباح الخير بابا انت عارف مين هنا؟ ملك اول ما جات سألتني عليك وانا قلت لها بابا هيزحى من النوم وهيجي على هنا على طول علشان تشوفنا صحيح يا بابا انت مش بتشوفنا اما بقى ملك ردت وقالت صحيح يا عم انت عارف انا بحبك قد ايه صح ومش هتزعل مني هو انت يا عم انت هتشوفنا انا نفسي زي ما انا شايفك انت كمان تشوفني ودايما تحسس على شعري وتقولي شعر الجميل بس انت ما تعرفش لونه ايه هو انت امتى يا عم هتشوف وتعرف لون شعري ايه وتشوفني انا ومريم حاضر ورايب قوي ورايب قوي هشوفكم من دول اتنين فعلا عندكم حق انا نفسي اشوفكم قوي اوعيدكم اني هعمل لكم كل حاجة انتم بتحبوها وعاوزينها من هنا ورايح طلباتكم هتتنفذ انا عاوز اطلب منك طلب يا عم ممكن يعني تعمل العملية وتخف وترجع تشوف تاني اصلا سمعت من ماما ومن تيتامونة اني يعني في عملية ولو حضرتك عملتها هتخف وتبقى تشوفنا اصلاحنا بنحب نلعب كرة معاك وطبعا ما يلفعش تلعب معنا كرة علشان انت اصلا مش هتشوف ممكن ايوة يا بابا لو بتحبني تعمل العملية علشان تشوفنا وتشوفني وكمان نلعب مع بعض براحتنا ده حتى صحابي كانوا بيقولولي بنعمل باي لباباك وباباك مش بيشوفنا ومش بيرد علينا ممكن يا بابا علشان خطري تعمل العملية وترجع تشوفني تاني زي زمان اما بقى ميزن ساب البنات وراح على قوضة خيال خيال كانت مستغربة لانه اول مرة يدخل قوضتها ما كانتش عارفها وعايز منها ايه وقرب عليها وقالي لغير متوقع خيال انت عرضت علي كتير علشان اعمل العملية وارجع شوف تاني وانا كنت رافض انا موافق احجزيلي عند الدكتور وهروح اعمل العملية ايه ما اقول ها انت وافقت ده مين ده اللي اقنعك علشان اروح ابوسه مليون بوس يعني مين اللي اقنعك بجد موافق مش مصدقة نفسي انا مبسوطة مبسوطة وفرحان قوي اخيرا القرار ده كان لازم تاخده من زمان قوي يا مازل بجد مبسوطة مين اللي اقنعك تخيلي مين ملك وكمان ماريم عايزيني اشوفهم والعب معاهم كورة علشان كده انا وافقت اني اعمل العملية هعمل اي حاجة انتوا عايزينها علشان بس تكونوا فرحانين ومبسوطين انا زعلت ماريم مني كتير مش مستعد ابدا اني زعلها مني تاني يلا يا ماريم احجزيني عند الدكتور علشان اعمل العملية واخيرا ميزين عمل العملية والعملية نجحت والكل كانوا فرحانين ومبسوطين جدا ميزين كان عمال يتفرج عليهم ويحقق فيهم حتة حتة ويبص على كل تفصيله فيهم وهو فرحان جدا وسعيد سعيد ان بصر ورجع له تاني الحمد لله الحمد لله انك خلاص بقيت بتشوف وبقيت شايفنا كلنا قولي بقى يا سيدي شاكلي بقى زي ما كنت متخيل ولا اوحش ولا احلى بس تقول بصراحة وانا عن نفسي مش هزعل منك ها ار واعترف بصراحة ومن غير زعل انا كنت متخيلك زي الامر وكنت شايفك كمان وكنت شايفك بقلبي شايفك انك حلوة قوي بس انا بقى مع الاسف بعد ما فتحت وشفتك فانتي طلعت اجمل بنت انا شفتها في حياتي والجامياء كانوا فرحانين وبعدين قرب عليها ومسك ايديها وقال المفاجأة القوية المفاجأة المتينة اللي الكل منتظرانها وانتوا كمان انا انا بحبك قوي خيال حبيتك من كل قلبي حبيتك من قبل ما شوفك شفتك بقلبي وروحي بحبك تتجوزين يا خيال هو اكيد وافقت خيال لانها بتحبه وبيتموت فيه وبعد فترة خيال خلفت توقم والتوقم دول يكونوا بنتين بقى عندهم اربع بنات مازن بعد ما كان بيتضيق من البنات بقى بيعشق البنات وعنده استهداد انه يخلف تاني توقم ويكونوا كمان بنتين وبكده تكون نهاية روايتنا السعيدة يارب تكون عجبتكم اتمنى لو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشهر اول منازل قصة جديدة وكمان ما تنسوش تشيروا الرواية على الفيسبوك ومع كل اصدقائكم القاكم في الرواية جديدة يا اجمل اخوات في الدنيا بحبكم قوي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة